اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية وصلنا في المحاضرة السابقة الى ما يميزنا واكملنا هذا الجزء وطبعا تبقى الجزء الاخير اللي هو طبعا هذا الجزء اللي يسمى contact use او ما يسمى بالاتصال بنا طبعا هذا الجزء اللي هو باللون التركوازي يتكون من جزئين الجزء الاول اللي هو form الاتصال والجزء الاخر اللي هو icon وسائل التواصل طيب نجي الى هذا الجزء اللي هو الجزء الاصعب اللي هو form طبعا هذا الجزء لابد انه نشرح تفاصيل form وطبعا راح يعني نقدم التطبيق الى يعني ان نشرح الفورم ومن ثم نرجع نكمل التطبيق راح نفتح ملف جديد هذا الملف راح يكون فقط لشرح الفورم راح يكون بالنوع html وراح نسمى مثلا ph.html طبعا نضغط على enter ومن ثم yes نفتح هذا الملف بالمتصفح ونفتح هذا الملف ببرنامج visual studio code راح نضيف الكود الخاص بالhtml اللي هو راح يكون علامة التعجب ومن ثم top ومثلا راح نسمى هذا الملف بالتايتل راح نسمى مثلا فورم مثلا بهذا الشكل ممكن نضيف له اي طيب في ال body راح نضيف h1 طبعا h1 و top راح نقول مثلا بها وورد ctrl s فقط نختبر الملف لاحظوا انه الملف ممتاز ويعمل طيب راح نجي نضيف بهذا المكان في الشي جديد اللي هو راح يكون فورم راح نكتب فورم rm ومن ثم top وطبعا راح نضغط بهذا المكان اللي هو بين الفتح والاغلاق طبعا نضافلنا الاكشن بشكل افتراضي راح نحذف ممكن الاكشن لان هذا الامر راح نتعلمه ان شاء الله بالbhp الاكشن والمثود ان شاء الله بالتفصيل الممل الممل نجي الى الفورم هذا الفورم هو عبارة عن لوحة فورم يعني لوحة وهذه اللوحة تحتوي على عدة عناصر اولا العنصر الاول اللي هو الابل الابل او الابل لو نجي نكتب الابل اهنان هذا الابل طبعا ممكن نهذف الفورم ويبقى فقط الابل وراح نخلي بعنوان مثلا راح يكون نايم فاذا اولا هو الابل اذا نجي على كونترول اس ونجي نضغط على رفرش راح نلاحظ انه هنانا عدنا النايم طبعا طبعا خلي نعرف يعني شنو الابل اذا نجي هنا راح نلاحظ انه عدنا هذا النص النص هنا اللي هو name, email, message هذا النص التعريفي يسمى label و label يعني نص تعريفي طيب هذا الجزء الاول الجزء الثاني هو input input هذا هو الانبوت نجي نضغط على كونترول اس ونجري رفرش نلاحظ انه هذا الانبوت الانبوت هو لوحة ادخال بيانات هاي اللوحة الادخال ممكن انه يتم رسال هذه البيانات الى قاعدة البيانات ومن ثم يتم الاحتفاظ بها او التفاعل معها من خلال الاتباس جيد فاذا اول شيء اللي هو label او label الشيء الثاني اللي هو input الشيء الثالث اللي هو الزر اللي هو bottom طبعا هذا bottom وراح نقول مثلا هنا send control s وطبعا نجي نضغط الرفرش وراح نلاحظ انه عندنا هنانه send فاذا هنانه عندنا name وعدنا هنانه اللي هو ال input هنوان او عنصر الادخال وهنانه عندنا زر الارسال اللي هو send يعني دعا نجي اللي هنانه نلاحظ انه هذا ال send هذا هو ال bottom وهذا اللي هو ال input وهنانه عندنا ال text area طيب الجزء الرابع هو text area بنكتب هنانه text text area المقصود بيها هو طبعا ممكن نقدر نحذف هذه الامور كلها راح نتعلمها ان شاء الله لاحقا text area هي عبارة عن input ولكن مساحته كبيرة يعني اذا نجي لهذا ال input هذا ال input فقط نقدر نضيف به 256 حرف نقدر نضيف به فقط 256 حرف اما هذا ممكن نضيف به احرف كبيرة عدد احرف كبير جدا وبالتالي انه هذا الجزء الكبير يسمى text area الجزء الصغير يسمى input هذا العنوان يسمى label هذا الزر يسمى bottom ممتاز فاذا هذه الامور ممكن نضيفها بداخل الفورم طيع ممكن واحد يسأل يقول هذه الامور نقدر نضيفها بدون الفورم يعني نجي اللي هنا هنا ونضغط على ctrl s ونحن لاحظ انه نفس الامور تماما كما هي بدون اي تغيير يعني لو اجينا حذفنا text area ctrl s ونجي على refresh لاحظ نفسها تماما كما هي بداخل الفورم يعني اذا اهنا نفس الشيء واذا خارج الفورم نفس الشيء طيب ممكن واحد يسأل عد شنو فائدة الفورم فائدة الفورم انه هذه الامور اذا ضفناها بداخل الفورم نقدر نتفاعل وياها يعني نقدر نرسلها لقاعدة البيانات نقدر نجرى عليها امور بحث نقدر نجرى عليها امور اخرى بالبي اي شبي و المي اس قيوه ال داتا بيس اما في حال لو كانت خارج الفورم فمستحيد نقدر نتفاعل وياها هذه البيانات فلابد انه تضاف بداخل الفورم ممتاز بالنسبة الليبل بسيط وسهل يعني ما اعتقد يحتاج لشرح هواي او او ممكن بعض الامور نوضحها لاحقا في لغة البي اي شبي بالنسبة الامود راح نتوقف يمه YMP تفاصيل هذه التفاصيل أولا هو type type يعني النوع طبعا عندنا أنواع كثيرة وهذه الأنواع أولا اللي هو التكست هو هذا المربع عبارة عن مربع ممكن نضيف بنص طيب عندنا خيار آخر اللي هو راح يكون الباسورد نجي نكتب هنا باسورد كونترول S ونجي نضغط على الرفرش راح نلاحظ أنه نفس المستطيل ولكن الفرق هو الكلمات راح تكون أو الأحرف راح تكون مشفرة فهذا هو نوع باسورد طيب بعد عدنا نوع آخر اللي هو date date راح يكون تاريخ وقت يعني ممكن هنا نخلي وقت وممكن هنا نخلي تاريخ معين عدنا جزء آخر طبعا ممكن نستغني عن البوتوم وعدنا هنا نفع شيء اسمه سببت 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 اللي هو هذا اللي هو سببت والسببت المقصود بي هو عبارة عن زر مشابه للبوتوم ولكن هنانا سببت ما راح تطلع لي قيمة يعني راح يطلع لي فقط كلمة سببت لو وردت أغير هذه السببت اللي هي الافتراضية لابد أجي هنا طيب نجي نضيف ورح نكتب نص مثلا راح نكتب سيند وكنترول اس طبعا هذا النص هو اللي راح يظهر هنا بهذه القيمة طبعا ممكن نكتب بالعربي ممكن نكتب ارسال أو ممكن نكتب نشر كنترول اس ورح تطلع عدنا بالعربي فإذا يأما نستخدم بوتوم يأما نستخدم انبوت من نوع سببت طيب عدنا بعد في الشيء أيضا من مكونات الفورم اللي هو اسمه سيليكت بوكس فنكتب سيليكت عفوا سيليكت طبعا السيليكت وطبعا إذا نجي إلى السيليكت عدنا بداخل السيليكت في الشيء اسمه اوبشن والاوبشن يعني اختيارات وطبعا ممكن نحذف كل شيء ونضيف هنا بداخل الاوبشن مثلا كربلاء كربلاء ممكن هذي نستنسخها ونضيف هنا ونكتب بغداد ونضيف هنا ممكن نكتب بابل كونترول اس ونجي نجري رفرش لاحظ انه هنا القائمة المنسدلة هذه اللي هي اسمها السيليكت اذا نجي اللي هنا السيليكت هي اضيف لي قائمة هذه قائمة منسدلة اما الاوبشن راح اضيف لي هذه المحتويات بداخل القائمة يعني اذا اجينا هنا بداخل السيليكت بدون اوبشن راح نلاحظ انه هذه القائمة وارغة مثل ما تلاحظون وارغة فالاوبشن هي اضيف لي الاختيارات وهذا النوع اللي هو اسمه سيليكت طيب نكتفي بهذا الشرح للفورم واكيد طبعا راح نتوسع اكثر وراح نشرح الموضوع بالتفصيل الممل للممل ان شاء الله لما نوصل الى لغة بي اتش بي نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى